بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم مجددا في خدمة دروس للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم موضوع درسنا بإذن الله تعالى اليوم فصل الربيع وفصل الصيف من إعداد وتقديم الأستاذة ليلى محمد هروبي فمرحبا بكم سنتعلم اليوم يا صغاري بإذن الله تعالى 1. خصائص فصل الربيع والصيف 2. كيف تتأثر الحيوانات والنباتات في فصل الربيع والصيف إذن يا صغاري سوف نتعلم بإذن الله اليوم خصائص فصل الربيع وكذلك خصائص فصل الصيف أيضا رح نتعرف كيف تتأثر الحيوانات والنباتات في فصل الربيع وكذلك في فصل الصيف هل أنتم مستعدون؟ مستعدين؟ إذن نبدأ بسم الله الآن يا صغيري ويا صغيرتي رتب فصول السنة الأربعة أنا هنا عندي زي ما تشوفون أربعة فصول الشتاء الصيف الخريف والربيع هذه الفصول غير مرتبة أريد منكم ترتيبها يلا نبدأ نرتب أول أول شيء أحسنتم فصل الربيع بعد فصل الربيع ممتاز فصل الصيف ثم يأتي بعد فصل الصيف أحسنتم فصل الخريف ثم يأتي بعدها أحسنتم فصل الشتاء رائعين إذن يا صغاري أولى الفصول عندي فصل الربيع هذا فصل الربيع من خلال الصورة التي أمامك كيف يكون الطقس كيف يكون الطقس ها أنظروا إلى الصورة شوفوا السهم فين أحسنتم شمس بما إنه هذه شمس إذن كيف يكون الطقس رائعين يكون الطقس مشمسا لساعات طويلة أحسنتم أيضا في فصل الربيع ما هو تأثير الشمس على اليابسة بما إنه عندي الشمس موجودة في فصل الربيع لساعات طويلة كيف تتأثر اليابسة بالشمس ما هو تأثير الشمس على اليابسة رائعين الشمس تدفئ اليابسة هنا عند الشمس راح تدفي الأرض أحسنتم أيضا يا صغالي فصل الربيع ما هو تأثير الشمس على الهواء والماء كيف تؤثر الشمس على الهواء والماء أحسنتم أحسنتم أيضا الشمس تدفئ الماء والهواء لاحظوا هنا كيف الصغار مستمتعين في البحر وبالماء وبالهواء لأنه هنا الشمس راح تدفي عندي الماء أحسنتم أيضا فصل الربيع أنظروا إلى الصور يا صغاري ماذا تشاهدون هنا أحسنتم نباتات وحيوانات وأعشاب رائعين إذن يا صغاري في فصل الربيع أيضا تنمو النباتات ويتوفى للحيوانات طعاما كثيرا وتنمو صغارها وتصبح أكبر وأقوى يعني الآن في فصل الربيع راح يكون عند نباتات كثيرة وأعشاب كثيرة من يستفيد منها؟ أحسنتم الحيوانات الآن سوف يصبح للحيوانات طعاما كثيرا وبالتالي راح تنمو هذه الحيوانات وتنمو أيضا صغارها وتصبح كبيرة وقوية أحسنتم أيضا في فصل الربيع يوجد عندي فواكث جميلة ولذيذة مثل أحسنتم الفرولة والبطيخ وهنا والعنب اللذيذ أحسنتم أيضا في فصل الربيع نلبس يا صغاري فصل الربيع ملابس مناسبة لهذا الفصل يعني راح نلبس ملابس خفيفة وما تكون ثقيلة لأنه فصل الربيع مثل ما ذكرنا وتكون فيها الشمس موجودة لساعات طويلة يعني راح يكون الجو دافئ أحسنتم لذلك نلبس ملابس مناسبة وتكون غير ثقيلة وتكون خفيفة نوعا ما الآن يا صغاري بعد أن يذهب فصل الربيع ماذا يأتي بعد فصل الربيع أحسنتم فصل الصيف من خلال الصورة التي أمامك كيف يكون الطقس كيف يكون الطقس فصل الصيف واضحة جدا يا صغاري هذه ماذا سنتم الشمس إذن كيف يكون الطقس فصل الصيف رائعي يكون الطقس فيه جافا ومشمسا لساعات أطول من فصل الربيع بمعنى أن في فصل الربيع كان الشمس موجود لساعات طويلة ولكن في فصل الصيف راح تكون الشمس موجودة بشكل أطول من فصل الربيع أحسنتم أيضا فصل الصيف في فصل الصيف ماذا يوجد أيضا أحسنتم لاحظوا هنا الفواكه أيضا جميلة واللذيذة ولو تلاحظوا يا صغاري أن الفواكه الموجودة في فصل الصيف تقريبا مشابهة بفصل الربيع لأن الفصلين يا صغاري وربعض يعني فصل الربيع وفصل الصيف إذن هذه الفصلين وربعض لذلك لاحظوا أن الفواكه الموجودة في فصل الربيع تقريبا موجودة في فصل الصيف إذن في فصل الصيف تكثر النباتات وتثمر ويتوفل للإنسان غذاء كثير جاي فيين؟ في فصل الصيف تكثر عندنا الفواكه رائعين إذن يا صغاري من خلال ما تعلمنا اليوم عن فصل الربيع وفصل الصيف رح أسألكم بعض الأسئلة أختر الإجابة الصحيحة يكون الطقس هنا أول شيء يكون الطقس فيه جافا ومشمثا لساعات طويلة أنا هنا عندي اختيارين عندي فصل الربيع وعندي فصل الصيف نختار واحدة من الإجابات الصحيحة الموجودة أمامنا إذن يكون الطقس فيه جافا ومشمثا لساعات طويلة أي فصل هل هو الربيع أم فصل الصيف ممتاز إنه فصل الصيف إذن السؤال الثاني تنمو النباتات ويتوفل للحيوانات طعاما كثيرا ماذا يقع عندنا؟ حسنتم فصل الربيع رائعين يا صغاري أيضا يا صغاري شاهدوا هذه الصورة خذناها وشفناها قبل شوي اختيار من متعدد ما نوع الفصل في الصورة التي أمامك؟ عندي أربع اختيارات هل هو فصل الربيع أم فصل الشتاء أم فصل الخريف أم فصل الصيف ماذا تمثل هذه الصورة؟ أي واحد من هذه الفصول؟ رائعين ممتاز إنه فصل الصيف أحسنتم إذن تعلمنا يا صغال اليوم عن فصل الربيع فصل الربيع يكون الطقس فيه مشمسا لساعات طويلة أيضا يدفئ اليابسة يدفئ اليابسة والهواء والماء إذن تدفئ اليابسة بالشمس وكذلك تدفئ الشمس الهواء والماء وأيضا تنمو النباتات ويتوفل للحيوانات طعاما كثيرا وتنمو صغارها وتصبح أكبر وأقوى أيضا تعلمنا في فصل الصيف أنه يتوفل للإنسان غذاء كثير تنتكثر النباتات ويتكون الطقس في فصل الصيف شديد الحرارة ويكون جافا مشمسا لساعات أطول من فصل الربيع أحسنتم شكرا لكم يا صغاري على حسن استماعكم وتركيزكم إلى اللقاء إلى اللقاء